كابتن فتح لقبت منتخب مصري كم سنة؟ أنا لقبت من سنة 76 لقبت حوالي برضو 3-4 سنين 3-4 سنين لقبتهم يعني في المنتخب في المنتخب أهم محطة ليك في منتخب مصري كم عمين؟ كابتن محمد الجندي كابتن محمد الجندي رحمة الله عليه الله يرحمه كانت تصفيات ايه ولا كانت مباراة؟ لا يمكن دي برضو من الحاجات اللي يمكن كانت بطولة بطولة كانت قائمة في حد ذات اسمها بطولة الجامعات دور الجامعات؟ دور الجامعات وكان منتخب مصري بيمثل مصري في هذه الفترة في هذه الفترة وكانت الأمور دي كلها في غانا أيوة في غانا أنا فاكر كويس قوي وكان الكابتن جندي رحمة الله عليه واللي كان مسكنا وكان الكابتن حسن حلمي رئيس ناد الزمالكين كان مسؤول عن المنتخب في هذه الفترة هاكر وجون بتاع مدغشكر؟ هاكر طبعا ضربة الجزاء دي ضربة الجزاء وحظينا واحشة ان احنا ما روحناش يوبيات موسكو عشان قرار سياسي قرار سياسي بالانسحاب طبعا عشان نزيله فيه هاكر السلوب باص انت عملتولي في مدشي أهل وزمالك كسبنا فيه أهل وزمالك من سفر من سفر اللي هي كانت اللي عملتلي سلوب باص وانا جاي من نص الملعب وانت جاي من نص الملعب وفرطت عملتها الجمال ومختار جوش اختار عمالي واحدة حاطتها ببطن رجل الجول كنت بتحس ايه قبل ما تشاهدت أهل وزمالك؟ كنت بتبقى وكان سنت كامة فتح؟ كنت بتبقى قدها سنت ايه 79-80 79 79 79 79 اه انا ايام قالو وزمالك دي لا ما ما بنامش ما شوق ده فكر شغال شغال فيديو شغال طب الله هي العب ضد من طب لو عملت كذا لو سويت كذا المطش بتحسو بتعيشو قبلها بيمين عشان كدة بتنزل بتؤدي بتنزل بتؤدي مع تعليمات مدير فني خلاص بتبقى النهاردة حاطط كل كل كبيرة وصغيرة كل احتمالات فكرة لي ان انت عايش الماتش قبلها بيومي كابتن فتح انا شايفيني التعصب الايام دي بطريقة غير عادية واحتقان غير عادي انت كان مين زمالك في المنتخب تروح تقعد معاهم وان غير المنتخب كنت بتروح كل زمال لما قلت لك غنم السلطان فاكر وكننا بروح نقود عنده في التوفيقية لو تفتكر طبعا فاروق جعفر حبيبي الخواجع حبيبنا حياته كل الناس كابتن طوابس رحمة الله علي كل الناس دي كانت ناس فعلا بتعشق بتعشق كرة القدم وتعشق النادية وتعشق ان هي يبقى لي ارتباط بالعيبة الاندية الاخرى وما كانش فيه اي ما كانش فيه حص تحصب كنا بنقعد في المعسكرات مع بعض يعني فاروق ده كان ممكن يبقى في القوضة معاي غنم السلطان يبقى في القوضة معاي الخواجع انا مع كابتن حسن وانت مع كابتن حسنش حياته يعني ما كانش عندنا حطة نهاطة التعصب دي ما كانش موجودة نهائي طب انت شاف سبب التعصب ده كده ايه هل السوشيال ميديا زادت اوى عن حدها بالنسبة الاحتقان وكل الناس عاوز كل واحد عاوز يبقى كبير فيولع في الدنيا اكتر واكتر السوشيال ميديا كابتن مستفى ليه تأثير كبير على الرأي العام وعلى جماهير الكرة المصرية طب اعلا اياها كتب فتح هتعمل ايه دي حاجة خلاص اصبحت وقع في العالم كله اصبحت وقع في العالم كله فانت النهاردة اما بتخش على معلومة بتخش على معلومة وتخش على خبر لازم تبقى الخبر ده متأكد منه كويس قوي ما تبقاش النهاردة بتتبع خبر ممكن يكون خبر سلبي او خبر ملوش اي ساش من الصح وفعلا كل الاخبار كده واحترام من السوشيال ميديا سجلت كام جول يا كابتن انت في التاريخ يعني ماش كتير كام يعني معنى الاهل سجلت كام يعني مسلا قول 3-4 جول كويس قوي يعني على قد فاكرهم مع الاهل انا فاكر ماتش يمكن خالد يمكن حتى خالد جذال اللي قال عليه كنا بنلعب في السويس ايوه ومشيت من ناحية الشمال كده وقلت اعمل شوطة كده باوفر معنى مش متاعطر او والهو راح مدخلها جول وكسبنا ماتش تفاكر الجول كيب خد اسمه ايه الهوى الهوى خد الهوى ودخلت الجول اه كان جول حلو ايه وجول تاني انت سجلته كان في المصري كرة لعبت من صففة انا فاكر صففة عام حيما عم طلعي لعبها الشريف عب منعم في الجنب اليمين شريف مشي وانا خدت قرار من نص الملعب اعمل سبرينت ايه اللي خلاني خدت القرار ده ما يعرفش من نص الملعب سبرينت لأ وده الماتش ده بالذات انا كنت بلعب بوينج ليفت عشان كان بلعب شريف في الاول وينج رايت اه فانا المفهودة اروح للكرة دي انت دخلت جوه كراس حربة انا دخلت كراس حربة وببص نيت افاتح داخل وعملها بهد طب توقعتها ازاي وراحت في الحد ما انا بقولك سبحان الله هي جات لي رؤية ان انا اجري اجري وشريف مشي رحت انا اعمل سبرينت ده انت دخلت طبعا كمفهوم تبتيك كراس حربة دخلت راس حربة وسبت فراغ وانا اللي اشتغلت فازر فراغ وسجلت لنا توقعتها وروحتها طبعا وكنت طيق عامل جامبنج هايل طبعا